غيف درجي نايمن تنفولي في الإخراج رفيق قدريدي في الأعداد فاطمة ورامي في التنسيق زاهر بن حميدة كالعادة الإخراج تقنية ديجيتال عفوا ودليل ناصري كوميونيتي مانجر كالعادة وهذا وقيد الانترفيو توتسويت الانترفيو مع زينة مرحبا مجددا باللتحق بيناتو في الاستماع أول يتفرجوا فينا على لايف ستريمينك توتسويت نستقبل ضيفي المحامي الأستاذ أحمد بن حسينة ماتر أهلا وسهلا مرحبا على موجات الإذاع الوطنية أهلا وسهلا زينة مرحبا بيك وشكرا على الاستاذ أفا الكريمة جيتانتي روتارت حمل وقت ناقص نجريك توفي الانترفيو ماتر نبدأ معاك بموضوع الساعة وبطاقة إيديع بالسجن ضد خمسة مما يعرفوا بصناع وصانعي المحتوى بسبب الاعتداء على الأخلاق الحميدة ولس معناه أن القائمة ماشية وتتساع هل فيها عشرين أكثر أقل كلم هيدا النجم وقوله لو فعلا مش مش على طرف واحدة مراو كل من سيمس أو فيه فعل مخلية يمس بالأخلاق الحميدة ما نستغربوش كي تصدر فيه بطاقة إيديعه أي هو ما فيه مش قائمة محددة سلفا لا أعتقد ذلك ولكن كل ما يعني نحلو لك الميكرو متر الميكرو متاع الضيف عايشكم يزمو يشعل يشعلو ولا لا تفضل يمشي هو يعني الحملة بدأت ما تعرف أنت شنيه الوضعي هذه نحنا ما هو سياسة جزائية للدولة من يضبطها؟ تضبطها سلطة تنفيذية هو عن طريق النيابة العمومية بوء استقلالية القضاء الجالس هذهك ما حاجة مفترضة ومفرغ منها ولكن السياسة الجزائية للدولة تضبطها السلطة التنفيذية عن طريق وزيرة العدل التي هي رئيسة النيابة العمومية النيابة العمومية هي الطريقة الوسيلة التي تفرض من خلالها الدولة سياستها الجزائية إذن واضح من الواضح أن هناك الآن قرار أو رغبة في ضبط رجع الأمور إلى نصابها بعد التسيب الكبير الذي شهدته تسيب كيف نقوله تسيب مواقع التواصل الاجتماعي هذا واضح لكن ربما اليوم نجم نقوله هل كل من بش ينزعج من محتوى معيني نجم يمشي يشكي على معنى أو على بتعلة المس من الأخليق الحميدة وإلا لي رفوما ضوابت معينة مش نحكيه على المس من الأخليق الحميدة مش فيديو مش رقص مش غيره نجم نعمه هو حق التشكي مكفول لكل مواطن من قبل الحملة هذه وبعدها وقبلها ومنذ القديم كل من يعتبر نفسه قد تضرره ومش بالضرورة تضرره يمكن أن يذهب للنيابة العمومية ويعلمها بارتكاب جريمة بوجود جريمة أي مواطنية جريمة يتبع الحال يقدم شكاية للنيابة العمومية يقولها الفلانة الفلانية أو فلانة الفلانية نشر فيديو مخل بالأداب ويتضمن كلام بذي وإشارات خادشة والنيابة العمومية تتعهد بالشكاية وتقوم بإجراءة التطبع يعني هذا بقى الخيط الفاصل بين ما هو خادش للحياة وغير خادش للحياة ما هو اعتداء على أخلاق الحميدة ومش اعتداء على أخلاق الحميدة هذا هو اللي يخضع للإجتهاد ويخضع دائما وأبدا اجتهاد المحكمة محكمة الموضوع التي تصلت رقبتها على الأفعال المنسوبة للمتهم وتكيفها وتبين في حكمها ما إذا كانت تعتبر خادشة للحياة أم لا نرجع هنا للقيام المجتمعية للشعب الدونسي للظروف التي ارتكب فيها الفعل للمكان للزمان لأنه هذه مفاهيم نسبية متغيرة بحسب المكان والزمان والحضارة والجهة هذه والظروف فما يعتبر مثلا اعتداء على الأخلاق أو خادش للحياة في الشمال لا يعتبر أو في الجنوب لا يعتبر كذلك في الشمال ما يمكن القيام به على الشاطئ من تعري ربما أو من أفعال ليه؟ نفس الفعل ترتكبه في الشاطئ يعتبر مباحا هو نفس الفعل ترتكبه في وسط المدينة على نفس زي البحر مثلا مثلا اللي الناس في البحر متنجوش جي تقولها لا عايشك أنا بشي نشكي بيك خد كعبت تصويرتك على البحر صحي مسيت من الأخلاق الحميدة من الأخلاق الحميدة بحقون تخل نفس اللبس أو بطريقة مشابهة تتلبس صوت خموة تعم الفيديو وقتنا اللي ونحكيوه على الماس بالأخلاق الحميدة في فيديو ولا تخرج بها للمدينة مثلا نفس الفعل هو نفس الفعل نفس الفعل نسبي أما مثلا في الشاطئ فما درجة متتعري كان توصل لها درجة متتعري إذا كان توصل لها في الشاطئ يولي المخل لا لباس البحر لا لباس البحر فما يتجاوز أحنا نقول لك هذي حرية حرية فردية حرية معتقد تعريت الصدر مثلا تعريت الصدر بالنسبة للمرأة في البحر هو فعل مخل بالحياة عاو يجيوك توريس بنعجوهم ذلك على المخل التوريس فما تسامح فما قانونه فما التسامح الواقعي التوريس باعتبار يجيوهما في بلادهم ليعتبروا ذلك مخلم بالحياة مع العلم أنه يجب يحترم القانون التونسي باعتبار مبدأ اقليمي أن النص الجزائي التوريست أو الأجنبي إذا ما دخل التوراب التونسي ينطبقوا عليه القانون التونسي وأِي فعل يجرمه القانون التونسي وإن لم يجرمه قانون دولته فيما يمس من الأم القومي للا لا لا ام حتى يدسهم ندخل فيهم نحن نصوم في رمضان هما ما يصوموا شخصوا ليه نحكي لا ننحكيش على الصيام وحرية معتقد في كل شيء إذا ما حرية معتقده مثلا استهلاك المخدرات في هولندا غير ممنوع في تونس تتسالك مخدرات حتى ان كان لدي تونتو هولندي في تونس لا لا كل الجرائم كل الجرائم عنش قطك فيما يمس بالامن القوم يمكن مش ندخلوا هنا في اللبس الحقيقة حلين بوابة لا 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 ما يش بوابة بلا يخرج لتوريست في الشارع في سانترفيل مثلا في مدينة القيروان الشقيقة ويتبادل القبولات في الشارع في القيروان تقول له توريست يسمحوا له بذلك لا يسمحوا له بذلك لأن المكان لأنه هو القانون تونس ينتبق عليه ذكرتني بحاثة لي صارت في مصر وان في مكان ما معروفة في مصر وقامت علي هذا الجاوة وفي الأخر ما صاروا شيخة تقول لك توريست لا 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 ما يقول لك هذا يجال خارج القانون القانون ينتبق الفاعل هو مخلم بالحياة يعني أهالي القيروان في عاداتهم في تقاليدهم معناها يستهجنون هذا الفاعل إذا كان في الطريق العام بطبيعة الحال دوكريزي ما يكون عندك واحد دشكة باش ندخلوا في المسلم من الأخلاق الحالية هي مية الشمس كما باش تعرف فهمتوا النياب العمومية يجبو أن تعلم بذلك عن طريق شيكاية ولا عن طريق ويشاية في نفس الوقت معناها ونياب العمومية لا تتقوم بتكتب ما هو معني بالأمر يقول لها والله هنا شفت واحد يسرق في واحد يسرقه كنتي لا أما شفت وصرقه فأعلم النيابة العمومية بوجود جريمة والنيابة العمومية تتعاهدوا بالمسألة وتقوم بإجراء التتبع نرجع للحاثة أو اللي خمسة بطاقات الإداع اللي صدرت وكفيش لقيت التهم التهم تتعلق بشكل مباشر بالأخلاق الحميدة والتجاهل عمدا بقيت الأركان يعني هما أركان هما ثلاثة أركان يجب أنت توفرة مجتمعة ولا يكفي توفر ركن واحد لتقوم الجريمة ما قلنا الفعل الخادش للحياة الركن المادي هذا يتسمى الركن المادي هو كل قول أو مش قول كل فعل كل إشارة كل وضعية خادش للحياة وقت اللي نحكي عن الأقوال ندخلوا في الجريمة الثانية هي الاعتداء على الأخلاق الحميدة والفعل هذا قد يكون مصلطا على جسم المعني بالأمر نفسه يعني قام بالفعل في جسمه أو مصلط على جسم طرف آخر يعني مثلا عرى روح أو يصلط الفعل على نفسه مثلا إذا كان مس شخص آخر في جسده يولي إذا كان الشخص الآخر راضي يولي والثنين فعلين أصلين إذا كان مش راضي يقوم يقوم جريمة أخرى يا تحرش يا نشوفوها شنية الجريمة الأخرى إذن الفعل المنافي للحياة هو الركن المادي الركن الثاني هو ركن العلنية نعم قال لي هيا تشهر بروح ما يكفيش أنك ارتكبت هذا الفعل والفعل هذا ينجم يكون في حد ذاته فعل غير ممنوع في ذاته مشروع في ذاته زوجان تبدلين القبال الحارة مثلا هذا فعل مشروع في حد ذاته مش ممنوع وقت ليخرج العلنية إذن ركن العلنية هو الركن الثاني الذي بدأ أن يكون متوفرا ما في نقاش فقط خضائي هالركن العلنية نقصد به أن الفعل قد قاموا به في الطريق العام في الأماكن العامة أم أنك عندما تقوموا بالفعل في الأماكن الخاصة هل يعتبروا ذلك متوفرا العلنية محكمة التعقيم والمحاكمة التونسية تقول أنه حتى أن ارتكبت الفعل في مكان خاص لكن بإمكان الغير أن يراك بإمكان الغير أن يشاهدك شو عنا في مكان خاص والغير أن يشاهدك؟ الأماكن الخاصة هي شوية تكون جنة غيرها؟ واحد يقوم بالفعل في جنين متاعه وفجنين متاعهم تداره وداره غير معناها محمية بجدار مثلاً والله يقول أنا في مكان خاص لا بإمكان الغيري أن يشاهدك إذن ركن العلنية متوفر يمشي هو يقول رو تم الاعتداء عليه في دار؟ رو يتجلسوا عليه في دار؟ مش تجلسوا هول عن تزوز قضايا من المؤمن لا مش تجلسوا شو ما تعدين شافوه؟ فما ساعات البركونات في بعضهم بعد تخرج البركون تقوم بالعملية هذه يشوفه جارو المنغادي تيتوفر ركن محكمة التعقيم تقول حتى كان شخص واحد شافك هاي الركن العلنية متوفر إذا ما كتقوم بالمسألة هذه ما غير يشوفك حتى أحد وإذا الشخص لأخير شافك هو موش راضي إذا كان راضي يحكي أخر موش راضي خودي شا حياءه ما معنى أخرش الحياة أن ذلك الشخص قد خودي شا حياءه وهو أما إذا كان راضي معنى ما هوش متقلق هو الركن الثالث هو الركن المعنوي وهو القصد الجنائي فما قصد الجنائي عام وقصد الجنائي خاص إسكو أنت وقت قمت بالأفعال هذه تقصد خدش الحياة تستهدف الحياة في حدي ذاتها يعني أنت بالعاني قمت بالأفعال هذه للاعتداء لأخلاق الحميدة أم لا بلاك شي نيتك طيبة أنت قمت بالأفعال هذه وأنت بكش خاصد محكمة التعقيم بتقول يكفي أنك قمت بها وأنت تعلم مجرد أنك تعلم أن ترك الأفعال من شأنها أن تخدش الحياة حتى كده ما أقصدتش أنت الهدف بتاعك ما كانش خدش الحياة أنت تحكي في موضوع آخر ما تستعمل في عبارات بذيئة جدا تحكي في موضوع آخر جريمة متوفرة لأنه أنت تعرف أن الكلام البذيئ هذه من شأنه أن يخدش الحياة إذن هذا الركن المعنوي إذن الركن المادي هو الفعل الفاضح أو الفعل الخادش للحياة الركن الثاني وركن العلانية والركن الثالث هو أن ترك الأفعال تعلم أنها من شأنها أن تخدش الحياة هنا الأركان الثالثة تصبح متوفرة وتقوم الجريمة معناها مجموعة من الشبين يحكيوا في قهوة على الطاولة تحهم وفهم شخص آخر قريب منهم سمحهم يحكيوا بطريقة بنتلونها الخادشة للحياة سجلهم أو يصورهم هذي توليتهم علي؟ مش هوم ممنوع مثلا يصورهم أو يسجلهم مثلا موضوع ثانيا ذيك هو كيف أثبتها ممكن كيف يشكي بهم واحد بش يشكي بهم نجمو متعدين يزيد هما يشكيوا بينه وصورهم نجمو متعدين نجمو متصورهم نجمو متصورهم نجمو متصورهم كبارة مشي أنت أعمل قضية مستقلة في التصوير هذيك وإلا فم شهود إثبات الجريمة معناها حر الإثبات هو حر يثبت تثبت الجريمة بكل وسائل الإثبات بالنسبة للكلام في الشارع هو مش تجاهر بمنافع الحياة أكثر منه هو اعتداء على الأخلاق الحميدة يعني هي كسب الجلالة والاكلام البذيء في الشارع وهذا يدخل في جريمة الفصل 126 مكرر هي الاعتداء على الأخلاق الحميدة على كل حال هي نفس العقوبة أمتى التجاهر بمنافع الحياة والأعتداء على الأخلاق الحميدة اللي هي العقوبة؟ ستة شهور ستة شهور سجن نافذة؟ لا لا ستة شهور ما نقولوش نافذة ستة شهور كالقاضي بعض حسب الظروف يحب يعطي سرسي يحب يحطي نافذة يحب يحمل نفاذ عاجل أنت والظروف وحجم الإساءة حسب وجدان القاضي حسب وجدان القاضي وحسب حجم الإساءة وحدة الإساءة نجع لجريمة الإساءة للغير عبر شبكة الاتصالات اللي هي بالأساس لحقيقة هذه المشكلة والمعضل اليوم وهذا اللي جاء فيه بلاغ وزارة العدل ولفتحة تتبعات قضائية في حق عدد من صناع المحتوى من أجل جرائم ذات سبغة أخلاقية وتنافي قيام المجتمع الأخلاقية هل الاتهام كلها تقريباً في نفس الاتجاه استاذة بن حسينة واسمعنا بأنه فما شكون تم إطلاق صراحة لكن ما زال البحث جاري معه وفما قائمة أخرى هل الناس كلها تتوجه لها نفس التهم دي مستة شهور نحكيوا عليها فما العود له هل هذه كما بقيت الجرائم الأخرى الجرائم الإلكترونية اليوم هو مشكلة معظم بالضرورة هو النيابة الأمومية ماذا تفعل تتعهد بالوقعية تشوف ماذا فعل تحديداً ماذا قال حرفياً ماذا فعل ماذا كيف تصرف يجعل الإستوريك كاميلة لا لا يشوف الفيديو يشوف الفيديو أو الأفعال المنسوبة إلي حتى كان عندها ثلاثة سنين مثلاً أي موضوع يخذ تنجعله حتى كان عندها ثلاثة سنين وهاتو كيف تنجم تكون اعتداء الأخلاق الحميدة تنجم تكون تجاهر إذا كان شخص تعرف في الفيديو إذا تجاهر من منوي في الحياة إذا كان بدأ يقول في كلام زايد برشا كلام بذي بذي معناها اعتداء على الأخلاق الحميدة إذا كان فوصت لكلام توجهها للغير عن طريق الكلم البذي ويطلب يعني يتحرش بشخص آخر وليتحرش هنا فالنيابة الرومية تكيف اسكوا الأمر هل يتعلقوا الأمر بتجاهر بمنوي في الحياة هل هو اعتداء على الأخلاق الحميدة هل هو تحرش جنسي هل هو تحرش العقوبة تتبدل توليها فأنت يقول إذا كان عمال إيباحية معناها عمال أو مع الأسف موجود هذا على تيكتور إذا كان وصلنا لدرجة الفعل الإيباحية معاش خدش حياة وقتها تولي ستسنين العقوبة حسب المرسومة 54 جديد معناها إذن النيابة العمومية تكيف وإذا كان ستة سنين ما عادش يحال على المحاكمة مباشرة يصبح الأمر متعلق بجناية وليس بجنحة وقتها النيابة العمومية مطالبة ويتعهد قاضي التحقيق بالأمر المطالبة يعني تفتح من تلقاء نفسها يشكوني النيابة العمومية ما تستنى الشيكاية أو شيء هي تتعهد بالمعلومة تأذن بفتح بحثا يقول شكون باحث البداية يقوم بالبحث يعني الشرطة يا البوليسية والتي ينجم هو لكن جارة العادة أنه البوليسية والشرطة يعني العدلية أو هي تقوم بالبحث وبعد البحث يجي للنيابة مرة أخرى وقت تقرأ وتكيف الجريمة إذا كان قاتها جينية إذا كان قاتها أفعال إباحية تأذن بفتح بحثا تحقيقي ولي قاضي تحقيق بتعاهد بالموضوع قاضي تحقيق المشهور يعمل إداعات بالسجل ويعمل اختبارات ويعمل كذا إذا خطرها جينية إذا كاني جنحة ديريكتو مو تمشي للمحاكمة كيف ما صار في الوظايا الخمسة 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 اللي تم إيقافها من النهار الأول نعم يظل غدوا المحاكمة بتاعهم في المحكمة الابتدارية لا 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 خمسة موقفين اللولين تم إداعهم وغدوا المحاكمة بتاعهم ويظل البارح بقفوا واحد إتاقة إداع بالسجن وقليه وثنيه في حالة صراح وفهمها زوز تقريبا بحالة فيران في حالة فيران والخارج أرض الوطن والهين نجيك الخارج أرض الوطن الناس اللي تعمل في فيديوهات خارج نطاق المعقول وتمس من الأخلاق الحميدة بكل الأشكال وفيها أكثر من ثلاثة أركان اللي تحكي عليهم متوفرة وغيرها هذو خارج أرض الوطن ولكن عندهم الجنسية التونيسية اليوم ماذا عملنا فيهم؟ ماذا عملنا فيهم؟ حجم الحسابات وإلا لا يقعدوا محل تتبعها فهما زوز معايير في القضاء الجزائي في انتباق القضاء الجزائي فهما معيار الجنسية ومعيار أو مبدأ إقليمية النص الجزائي ما معنا هذا الكلام؟ يعني التونسي الذي ارتكب فعلا مجرما في تونس ارتكبه خارج حدود الوطن هو يمكن تتبعه جزائيا من أجل ذلك الفعل حتى وانا ارتكبه خارج أرض الوطن بحكم الجنسية لأنه لأنه عنده الجنسية التونسية فهذا مبدأ إقليمية النص الجزائي يعني حتى الأجنبي الذي ارتكب الفعل المجرم في تونس يخضع للقانون التونسي حتى وان لم يكن مجرما في بلده يؤاخذ لأنه ارتكب الفعل المجرم في التراب التونسي إذن هو يخضع لإقليمية النص الجزائي يخضع للقانون التونسي المنتبق في تونس بالنسبة للتونسة اللي التكبه الفعل هذا خارج حدود الوطن يمكنه تتبعه وهم من أجل الفعل مثلهم مثل أي تونسي التكبه نفس الفعل في تونس أي وقت اللي بش يسمع لهما محل ملاحقاته وتتبعات عدليه ما همش بش يجيه وهم يسلموا أنفسهم إلى تونس هذا ما يعتبره ديما في حالة فرار أو نرجع لحجب حساباتهم في تونس معاتي تشيفو مثلا موضوع الحجب موضوع ثاني يطولوا الخوض فيه حجب المواقع ولي هو الحقيقة وسيلة ردعية وسيلة ردعية وسيلة زادة وسيلة حذو حدين وخطر قبل الثورة كان الحجب هو أدت قام على الحريات ثم توا معاش تجم احنا ما قلناش نحجبو تيك توك قبل الثورة كان اليوتوب ممنوع عماركات صنوكات بين قلصين توا نحكيوه على حسابات مش حجب أبليكاسيون كاملة تتمنع كل حساب مخل أو منافي هات نحجبوه شو المين هذه مسألة قانونية وتقنية خاصة هل يمكن اليوم للشكون اللي بيش يحجب وهل هي تعد حجبوا المواقع الارهابية معناها اليوم معناها أحيانا معناها المواقع الارهابية ولا ممكن حجبها يعني هذه موضوع تشوفوا مع الوكالة التونسية الوطنية الانترنت ومع مشغلية الهاتف معناها هذوم المشاغلين الازوبيراتور اللي عنها اسكو يمكن أن نحجبوه ولا ما نحجبوش فمواقع أخطر بكثير من هؤلاء لكن كما قلت لك هوية تقعد بأنسور إذا كان تعيش البرها تقعد في حالة فرار ويصدر في شأنها حكم غيابي ويزمها تسوي وضعياتها جيل تونس وتترضى عليه وتمثل أمام المحكمة إذا كان رجعت إذا كما رجعت غضية أخرى معناها نجيك إلى نقطة أخرى أستاذ أحمد بن حسين نفسي علاقة اليوم بناس أخرى ما همش مخلين بالحقيقة ولكن فمشكون ينجم يعتبرهم بين قوسين يمرسوا في الشعوذة دجل كذا بالنس اللي يتقدم الأبراج على تيك توك واللي عندهم نسب متابعة كبيرة أيضا اليوم هذوم ينطبق عليهم ولا اللي ما هوش قاعد خارج على الكلمة أو ما فيهش ثلاث أركان اللي كنت تحكي عليهم ونجمش أقوله بوشايا ولا غيرها رهم بشي تحالوا مثلا ليه الظمن هذا فاعل في حد ذاته غير مجرم هذا الفاعل هذا متع البراج وغير اللي هم تقام في تلافزه في الإذاعات وغيره جاني غير فاعلهم في حد ذاته غير مجرم متى يجرم إذا مثلا وقع استعماله لجني المال فهنا تتكيف الجريمة على أساس أنها تحيل إذا كان هذية العراف أو المثال هذية لجني المال كيفيش معناه وقت يطلب فلوس في المباشر وقت يطلب فلوس في المباشر ولا في الخاص هو ياخو الفلوس من عند ضحية يعني يقوله أنا أتون نعملك ترشنو بش تعرس و بش كذا و بش يحبك والآخر ما يحبكش ولا يخيره ويجني من خلال ذلك المال وياخو من عندها فلوس وبتابعة الحالة ما تحيل عليها عن طريقة ذي الشعوة وبالتالي بإمكانها أنه تلتجأ المحكمة وإذا قاعد يصير في تونس صراحة برشة المتضررين من العرافين وقت ليبتزوهم ويخذوا الفلوس من عندهم ويتحيلوا عليهم ويخدعوهم بالحيال هذه لجني المال فبإمكان المتضرر أن يذهب للمحكمة والمحكمة قاعدة تزرع في أحكام ضد هؤلاء من أجل ماذا التحيل ما عادش عنه القانون لا يحمي المغفلين وأنت مشيت له بساقيك وانشيك وقال لك القانون لا يحمي الأمر هذه كلما ما غير صحيحة القانون يحمي المغفلين أي فيه توضحينا أنا أي يحمي المغفلين في جريمة التحيل هما المجنع عليها أو إطلحية ومغفل يعني وقع عخديعه ولا غيره او المتحيل كأن من يكون انت مشيت له ما جيكش وانت عطيت فلوس بريذاك علشان بعض مشيتش كي به مثلا لا 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 لانه خداعني لانه اوهمني لانه استعمل الكذبة والخوزعبالات واوهمني بيواشيره بشيء وهمي على اساس بشيقعه ما وقعش هذيها جريمة التحيل او مايتحاسبوش الزوزو استاذ لاني لا لا مايتحاسبوش الزوزو يتحاسب اللي يمشى الا للقام بالفعل هذيك التحيل مشكوش في الموضوع ذايا ما نجيه نقول لك يا زينة عندي مشروع باش نعملوها وشوف الاوراق الضمه ومشروع مربح ونجيب لك اوراق غالطة وما الى ذلك انت تعتقد في الكلام اللي قلتو تعطيني مئة مليون باش نعملو المشروع وبعد نبصح كما الناس اللي تدعينها تنقض على الكنوز وغيرهم بعض ايه هذه المثيلة عديدة كل انسان خداع لحد اخر خداع من عنده الفلوس من اجل مشروع وهمي تقوم جريمة التحيل لعقوبتها خمسة سنة الناس اللي تعتبرها اليوم وانه هذا بشي مثل حريتها كما الناس ما هيش صناعة محتوية منجم يقول لك ينطبق عليه من القروح يغدوين ابحث بعد ما جاي وبعد بيان وزارة العدل اللي ساور روحه يغني واللي ساور روحه على البيسين واللي ساور روحه وقول لك هذا حرية شخصية احنا في دولة مدنية تكفل حرية المعتقد وحرية الضمير والدستور هو الضامن للحريات شو هو الخيط الفاصل بين التجريم هذه الأفعال وحماية الأخلاق الحميدة ومراعاة شعور الحياء العام في الدولة وبين حرية التعبير وهنا ديما ننبه الحقوقيين ينبهون أنه لا تتحول هذه الحملة إلى قمع للحرية هذا هو راهو احنا نحبه نواجهه ظاهرة تسيب كبير وقع توقف نازيف نازيف متاع الناس أمعانوا في خدش الحياة واحترفوا الاعتداء على الأخلاق الحميدة بغليظ القول وما عندهم حتى حدود وكلام خادش جدا أما أن يصبح الأمر أنه نتوسعه في المسألة هذه وننمس الحرية تمتع الناس الآخرين فهذا ننتبه إليه والمحكمة هي الضامنة للحريات والحقوق واجبه إلا تمتده نحكي مثال التعري الفني التعري ممنوع وخادش للحياة حتى في فرنسا معناها ممنوع ولكن وعام حبس هكثر من تونس ولكن التعري الفني ما نعمل فيه؟ هل هو خادش للحياة؟ هل هو تجاهر في الحياة؟ هنا يجب المحكمة وجدان القاضي هذا لا وجدان القاضي هذا قانون يجب تكيف يكون جيد هل عملتك الرسمة هذيك أو اللوحة هذيك والنحتة هذيك وفيها التعري خممت ولا لي خممت لا حريت التفكير هذه التعري فني لا يؤاخذوا عليه شكرا جزيلا أستاذ أحمد بن حسينة على حضور العالم يعني زربتها شكرا عليكم على حسن المتابعة وتسويت شهر الكيف يعطيكم آخر تفاصيل الرياضية شهر طيبة في لمين